اشتركوا في القناة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد فلا نزال مع القاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه ومع كتابه المبارك كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أواخر الفصل الثامن من الباب الأول عند قوله وذكر بعض المتكلمين في تفسير حروف كاف ها يا عين صاد من سورة مريم قال أن الكاف عند هؤلاء المفسرين من المتكلمين أن الكاف من كاف أي أن الله تعالى كاف عبده صلى الله عليه وسلم أي النبي عليه الصلاة والسلام قال أي كفاية الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وقد كفاه ربنا سبحانه وتعالى ما أهمه وأغمه في هذه الحياة وعند الممات وبعد الممات لأنه سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه للمهمة الأكبر للمهمة الأعظم في هذه الحياة وكفاه الله تعالى ما هو دون ذلك قال تعالى أليس الله بكاف عبده والهاء كذلك قال والهاء هدايته له أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي هداه هداه إلى الإيمان وهداه للنبوة والرسالة وهداه لكل ما فيه نفع له ولأمته من بعده قال تعالى ويهديك صراطا مستقيما من سورة الفتح ولياء تأيده له قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وقد أيده ربنا سبحانه وتعالى ونصره في مواقف كثيرة نصره ربنا سبحانه وتعالى وهو في الغار في غار ثور نصره ربنا سبحانه وتعالى في غزوة بدر نصره ربنا سبحانه وتعالى في غزوة الأحزاب نصره ربنا سبحانه وتعالى في فتح مكة نصره ربنا سبحانه وتعالى في فتح الطائف وفي غيرها من المواقف التي وقفها النبي عليه الصلاة والسلام كان الله تعالى ناصرا له ومعينا له في هجرته عليه الصلاة والسلام وفي كل موقف وقفه عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي حياته كان الله تعالى ناصرا له مؤيدا له معينا له صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره والعين عصمته له قال تعالى والله يعصمك من الناس والعصمة هنا بمعنيين أن الله تعالى عصمه من أن يقع في أي نوع من أنواع المعاصي فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الصغائر والكبائر عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى جعله إمام وقدوة يقتدي به الناس إلى قيام الساعة فنزهه الله تعالى وعصمه كما عصم سائر الأنبياء والمرسلين من أن يجري على يديه أو تجري على يديه غفلة أو معصية لله سبحانه وتعالى وقد ذكر هنا علماء العقيدة أن أوصاف الأنبياء التي تليق بمكانتهم أنهم معصومون من ارتكاب المعاصي كما أنهم موصفون بالأمانة كما أنهم موصفون بالصدق كما أنهم موصفون بالبلاغ عن الله سبحانه وتعالى كما أنهم موصفون أو منزهون عن كل ما يشينهم وما يقف حائلا بينهم وبين دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى كالصفات المنفرة والأمراض والأسقام المنفرة هذا معنى أول من معاني العصمة والمعنى الثاني أن الله تعالى عصبه من الناس أي أن الله تعالى تولى حفظه والدفاع عنه فلا يصل إليه الناس بقتل لأن الله تعالى أراده لمهمة ورسالة ولا يفارق هذه الحياة وينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد الانتهاء من هذه المهمة والرسالة وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول هذه الآية من سورة المائدة كان عليه الصلاة والسلام له من أصحابه حراس يحرصونه فلما نزلت هذه الآية صرفهم النبي عليه الصلاة والسلام وتل عليهم قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس فاستغنى بذلك عن حراسة الخلق بحراسة الحق سبحانه وتعالى له قال وصاد صلاته عليه قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ثم انتقل بنا القاضي عياض إلى سورة التحريم ليبرز لنا من خلال الآيات الكريمات في هذه السورة مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه سبحانه وتعالى وقال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير قال مولاه أي وليه وصالح المؤمنين قيل الأنبياء وقيل الملائكة وقيل أبو بكر وعمر وسبب نزول هذه السورة أو أكثر الآيات في هذه السورة ما جاء في كتب التفسير وفي كتب أسباب النزول وفي كتب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر للسيدة حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أسر لها بأمر وأمرها أن تخفيه فخبرت به أخبرت به السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله سبحانه وتعالى ما أخبرت به فأخبرها بذلك ونزلت الآيات الكريمات تخبر النبي عليه الصلاة والسلام وتخبر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا وتخبر سائر الصحابة والمؤمنين إلى قيام الساعة شأن هذه القصة وهذه الحادثة وفيها إشارة إلى مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه سبحانه وتعالى ومطلع السورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك وأسباب نزول هذه السورة موجودة في كتب التفسير وكتب أسباب النزول ولكن هذه السورة كان فيها توجيه وتسديد من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فيها توجيه وتسديد والتوجيه والتسديد نجده في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم أي أن الله تعالى غفر ورحم غفر لك ورحمك وهو أولى الناس بالمغفرة وبالرحمة عليه الصلاة والسلام وسبب نزول الآية كما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنى عن بعض نسائه وجاء في بعض الأخبار أنه امتنع عن السيدة ماريا القبطية وأخبر بذلك السيدة حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأمرها أن تخفي ذلك فأخبرت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فنزل أولا التوجيه والتسديد للنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يحرم على نفسه ما أحله الله تعالى له وتحريم ما أحل الله تعالى له المقصود به أي الامتناع وليس التحريم بمعنى أن يحكم على شيء أحله الله تعالى بأنه حرام فمعنى قول الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك أي لما تمتنع عن أمر أحله الله تعالى لك وفي الآية كذلك أو في هذه السورة كذلك جاء تأييد وتعضيد للنبي عليه الصلاة والسلام وإنذار لأمهات المؤمنين اللواتي أفشين سره عليه الصلاة والسلام بعد أن أمرها السيدة حفصة بأن تخفي ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى تأييدا وتعضيدا للنبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ونزل قول الله سبحانه وتعالى كذلك عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارة فكل هذا يدل على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه سبحانه وتعالى وأن الله تعالى معه وأن من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومن أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعرض نفسه بذلك لخطر غضب الله تعالى وإعراضه عنه وأن الله تعالى وملائكته وصالح المؤمنين كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصورة كذلك جاء فيها توجيه ووعيد وتخويف لأمهات المؤمنين كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى إن تتوب إلى الله فقد سغت قلوبكما فيها دعوة من الحق سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين وخاصة للسيدة حفصة والسيدة عائشة كما جاء في أسباب النزول أن يتوب إلى الله إن تتوب إلى الله فقد سغت قلوبكما سغت يعني مالت عن الحق بإفشاء سر النبي عليه الصلاة والسلام وفيها كذلك وعيد وتخويف من الله سبحانه وتعالى لهما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وصالح المؤمنين يقول القاضي عياض قيلهم الأنبياء وقيلهم الملائكة وقيل سيدنا أبو بكر وعمر وقيل سيدنا علي وقيل المؤمنون على ظاهره والآية تحتمل ذلك كله تحتمل ذلك كله ثم انتقل بنا إلى الفصل التاسع وهذا الفصل خصه القاضي عياض بالكلام عن سورة الفتح وما فيها من كراماته عليه الصلاة والسلام وما اختصه الله تعالى به من الهبات والعطايا والمكرمات في هذه السورة خاصة والفصول التي سبقت كان القاضي عياض يذكر الفصل ثم يأتي بالآيات من صور مختلفة من القرآن الكريم ليستدل بها على عنوان الباب أو ترجمة الباب لكن في هذا الفصل خصها الإمام القاضي عياض فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته عليه الصلاة والسلام لما في سورة الفتح من الكثير من مظاهر الكرم الإلهي وبيان لمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا إلى آخر الآيات قال تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه فابتدأ جل جلاله بإعلامه بما قضاه له من القضاء البين بظهوره قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا وغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون فافتتحت هذه الصورة أو افتتحت ببيان ما أعده الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام من تأكيد معنى الفتح والنصر والتأييد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ثم ثنت الآية الثانية بكذلك مظهر آخر من مظاهر التشريف والتكريم والتعظيم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام عند ربه سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك فكان من تمام نعمة الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثم قال بعضهم أراد غفران ما وقع وما لم يقع أي أنك مغفور لك أي أنك مغفور لك يعني المغفرة هنا سبقت المخالفة وحشاه عليه الصلاة والسلام من أن يقع في المخالفة لكن من تمام تكريم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه عصمهم من الوقوع في المعصية وغفر له ما لم يقع فيه هو عليه الصلاة والسلام وذهب بعض أهل العلم إلى أن المغفرة هنا المقصود بها أن الأنبياء والمرسلين في صلتهم بالله سبحانه وتعالى في ترق مستمر فهم دائما في عروش في مراتب المعرفة والقرب منه سبحانه وتعالى والتعلق به والمخيفة منه والمحبة له سبحانه وتعالى فكلما ارتقى مرتقى وكلما ارتفع منزلة استغفر من المنزلة التي سبقتها ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستغفر كثيرا ما يجري على لسانه الاستغفار عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال مكي جعل الله المنة سببا للمغفرة وكل من عنده لا إله غيره منة بعد منة وفضلا بعد فضل أخبره أنه غفر له ثم أخبره أن هذا من تمام نعمته عليه ليتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ومن تمام نعمة الله على عبده أنه سبحانه وتعالى غفر له فكان ذلك منة فوق منه ثم قال ويتم نعمته عليك أي بخضوع من تكبر عليك وقيل بفتح مكة والطائف وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبري عدوه له وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له وهي مكة المكرمة ورفع ذكره وهدايته الصراط المستقيم المبلغ الجنة والسعادة ونصره النصر العزيز ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة والطمأنينة التي جعلها في قلوبهم وبشارتهم بما لهم بعد ففوزهم العظيم والعفو عنهم والستر لذنوبهم وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة ولعنهم وبعدهم من رحمته وسوء منقلبه أو منقلبهم كل ذلك من تمام نعمة الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام فمن تمام نعمة الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام أن كل من عاداه وكل من خالفه وكل من أنكر دعوته وأعرض عن دعوته عليه الصلاة والسلام انتهى به الأمر خاضعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل من تكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد نفسه بعد ذلك واقفا ذليلا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأكبر مثال على ذلك حال قريش ممن أعرضوا عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوه وأذوه في مكة المكرمة أذى شديدا يعود النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنوات وقد خرج من مكة المكرمة وخرج معه أصحابهم أصحابه كلهم فارون بدينهم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل مكة فاتحا ويجمع هؤلاء ليقفوا جميعا بين يديه هؤلاء الذين كانوا يتكبرون عن دعوته هؤلاء الذين كانوا يسيئون إليه وإلى أصحابه بالقول والفعل هؤلاء الذين كانوا يؤذونه بجميع أنواع الأدى عليه الصلاة والسلام وإذا بهم واقفون بين يديه متأطئ الرؤوس أمرهم إليه عليه الصلاة والسلام ثم خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام غاز كسائر الغزاة ولم يكن فاتحا كسائر الفاتحين النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مكة المكرمة وهو يركب على ناقته وقد طأطأ رأسه حتى كاد عثنونه أن يلامس رحله أو رحل دابته عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده عليه الصلاة والسلام مظهر من أعظم مظاهر التواضع والافتقار والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والشكر لله تعالى على هذه النعمة ثم دخل عليه الصلاة والسلام دخول الذي سماه ربنا سبحانه وتعالى ووصفه بأنه رحم للعالمين عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم قال خاطب هؤلاء وهم بين يديه قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء وفوق ذلك يفتح النبي عليه الصلاة والسلام الطائف ويغنم من فتح الطائف غنائم كثيرة فيوزع هذه الغنائم يوزعها كلها على هؤلاء الذين صحبوه من مكة إلى الطائف ممن أظهر الإسلام من المؤلفة قلوبهم من أهل مكة ومن غيرهم وزع هذه الغنائم كلها فكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يخاف الفقر يتألف بذلك قلوبهم فعرفوا منزلته وصدقوا وآمنوا واستسلموا وخضعوا له ولدعوته عليه الصلاة والسلام فرفع الله تعالى ذكره في الدنيا وكذلك ذكره مرفوع في الأخرى كذلك قال هذا من تمام نعمة الله تعالى عليه ومن تمام نعمة الله تعالى عليه كذلك أن الله تعالى اختاره واصطفاه ليكون النبي الخاتم صاحب الرسالة الخاتمة وليرتفع اسمه في الآفاق وليذكر اسمه في المشارق وفي المغارب إلى قيام الساعة ومن تمام نعمة الله تعالى عليه ومنته عليه ممتن الله تعالى به على أمة النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان والإيقان والاتباع لخاتم الأنبياء والمرسلين والتمسك بالشرع والهدي وأن تكون أمته هم الذين يرثون موارث النبوة والرسالة فأكرمهم الله تعالى بالسكينة والطمأنينة التي ملأ بها قلوبهم وما بشرهم به ربنا سبحانه وتعالى مما وعدهم به من الرضوان عند لقائه سبحانه وتعالى والعفو عن ذنوبهم والستر لذنوبهم ثم كذلك مما امتن الله تعالى به على نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى ويتم نعمته عليك أنه تعالى أهلك عدوه في الدنيا والآخرة ولعنهم وأبعدهم من رحمته وساء منقلبهم بعد ذلك ثم قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة فعدم حاسنه وخصائصه من شهادته على أمته لنفسه بتبليغه الرسالة لهم نقف إن شاء الله تعالى عند هذه الآية الكريمة من سورة الفتح عند قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليكون الكلام فيها في درسنا القادم هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين باركة النور شافعنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر